لما نجي نبص للزيادة اللي حصلت تتكلمنا عليها زيادة استثنائية من 300 ل600 نسبة تتكلم على انها 300 جنيه لا هي 100% زيادة لما نجي نتكلم نتكلم ان في 100% زيادة حصلت لأصحاب المعاشات ولحياة كريمة اللي بيستفيد منها تقريبا حوالي 5 مليون أسرة وبالنسبة للمعاشات حوالي 11 مليون مواطن هيستفيد من الرقم بتاع 600 جنيه النقطة التانية زيادة الحد الأدنى لأجور طيب معلش وحنا في المعاشات أي مواطن على المعاش هيستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن النقطة التانية زيادة الحد الأدنى لأجور برضو احنا بنتكلم من 3500 جنيه لقرابة الـ 4000 جنيه يعني بنتكلم في زيادة تقارب الـ 15% 14 و 13 من 10 انا ليه بقولي النسب دي لان احنا عندنا معدلات تضخم في مصر طلع خلال السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها منذ حرب روسيا واوكرانيا وصلت التضخم لمصر ليه ما يقترب من 36% لما نجد ان فخامة الرئيس بيتدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجا بنسب أقلها 15% وفي حتة تانية 100% وارفع الحد الأدنى لأجور ويعفي المزارعين من أعباء الديون الفئات المستهدفة من هذه القرارات هي الفئات الأكثر احتياجا وهي الفئات التي تتحدث عنها فخامة الرئيس في حتة انه هو ده المواطن اللي تحمل مصر وهو ده المواطن اللي احنا بنطلبه ان ينتج في ذات الوقت بنقوله ان الدولة معاك ان الدولة بتقدملك تيسرات وتسليات عشان تقدر تمر بالأزمة اللي بتمر بيها مصر نتيجة التضخم اللي تقريبا يعني كل دول عالم بتعاني من هذا التضخم هم هم